غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة على سعود قصر العلم بالعاصمة مسقط وكان في وداعه رعاه الله عند باب القصر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار مسقط الدولي صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد مستشار جلالة السلطان ومعالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطانة عمان وسفر خادم الحرمين الشريفين لدى سلطانة عمان عيد بن محمد الثقفي وعدد من المسؤولين حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته